تعزز الحضور القنصري والاقتصادية السويسري بجهة مراكوش أسفي بإعادة افتتاحي بالمدينة الحمراء القنصرية الشرفية وممثلية غرفة التجارة السويسرية بالمغرب لقد قمنا اليوم بسجين قنصرياتنا الشرفية الجديدة وفرع غرفة التجارة السويسرية بمراكوش وهي مدينة دات سايتس دولي وخاضرة بقوة على الصحة الدولية واجهة نشيطة جدا توليها سويسرا لكثير من الاهتمام ويأتي هذا الفرعان الجديد لمواكبة أفراد الجالية السويسرية واغتنام الفرص الاقتصادية التي تتيحها جهة مراكوش أسفي تكمن أهمية وجود قنصرية هنا في مراكوش من أجل مواكبة أفراد الجالية السويسرية والسياح وحل المشاكل المتعلقة بهم وحتى يكون بإمكانهم التواصل معنا في الجهة وحضر حفل التدشين على الخطوصة السيدة إنيشن فليتش مديرة كتابة الدولة السويسرية في الاقتصاد ووالي جهة مراكوش أسفي السيد كريم قاسي الحلو ورئيس المجلس الجهوي السيد سامير غودارة